السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناري ان شاء الله نتكلم عن اللي هو الفيديو الاخير في هذه البلاي لست الخاصة بالايروي ممكن يكون في كزا ممكن يكون ابر ايروي اوبستركشن ممكن يكون لور ايروي اوبستركشن ممكن يكون حاجة زل ابيجلوتايتس ممكن يكون فيه سواء او في اللارينكس او حواليه ده بالنسبة لما هو اه ابر ايروي يعني ممكن يكون حاجة زي ممكن يكون او او زي الكارسينومة والثيمومة والليمفومة صح? مهما كان بتاع فالمنجمن في الاخر هنشوف النهاردة ان هو بيدور دايما في اطار واحد يعني سواء المريض ده عنده ابيجلوتايتس عامل ايروي اوبستركشن او عنده ثيمومة عاملاله ايروي اوبستركشن فالمريض اللي اتصل بيك عشان وعشان تركيبه في العمليات او كزا ففي الاخر كام خطوة كده تقريبا هم سابتين في كل الايه المستويات من الايه المستويات مش هتفرق هنشوف الكلام ده دلوقتي احنا هنتكلم عن كلينيكا الكيس دي ممكن تكون جات لك في المستشفى او جات لك في المتحان هنفترض ان ده المتحان الممتحان دخلت له قالك يا دكتور هو اتصل بك في من الطوارئ قالولك الاتي قالولك الكلام ده في التليفون ولد عنده بالصحيح من النوم الولاد بقى له وللتين بينام في الكرسي ما بينامش في السرير هو اصلا بشيك من صورة عنده مشكلة في البلع وعنده في بر حضراتك دخلت عليه لايت الاتي لايت انت دخلت لات الولد قاعد متضايق واجيتيتد وكزا شكل توكسك لان في واضح ان في من الصور والفيفر والحاجات دي كلها في وفي 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 اكسيسف دروولنج احنا ما ننساش ان في ديفكلت سوال ومش قادر يبلع حتى ففي دروولنج في كله نازل بارة كده فدي الساينز اللي انت شفتها احيانا يكون اول سؤال ايه هو الدياجنوزيس بتاعك واحيانا تكون الكيس مجرد وسيلة الفتح الكلام في الموضوع يعني دي حالة فهو هيكلم معك في مش يعني الدياجنوزيس جاي بس بيجي في مراحلة متاخرة واحيانا اول سؤال يقولك ايه هو يعني فاحنا هنعتبر ان احنا مش عايزين في الاول احنا بنتكلم الكيس دي لمجرد فتح الكلام بس فالسؤال الاول ده اه مريض جاي اللي شافه اكيد دكتور الطوارئ او دكتور الاطفال او الانف والاوزن امتى دكتور تغدير اتصلوا بيك ليه لاني دي حالة ممكن يكونوا محتاجين مثلا جميل ايه هي العلامات اللي تقول ان ده اصلا وايه هي انواع فاحنا عندنا اللي ورق قد يكون ممكن يكون ممكن يكون العلاماته انه في يعني في مصورة اللي هي التراكية مسلا فيها في نار وينجي في حتة معينة لما كانت كان الفلو بتاعي الهوى فيها لم ينرفلوه ما بيعملش صوت وما فيش مشاكل لما بقى فيه بتحول اللام نرفلوه في الحالة دي فلان هو برشا فاحنا لانا فيه سترايدور البيشنت يوجوه ليه انكشاس وده فوريتك لان قاعد متضايق اجادات مش قادر ياخد نفسه اصلا صح دي من ضمن السند اللي هتشوفها دي حاجة مهمة جدا لان هي كمان هتساعدنا في معرفة بتاع الابستراكشن او بتاعته زي ما نشوف دلوقتي احيانا يكون فيه ابنة مريض جايب صح عين عنده زي الاخ ده كده ده من ضمن العلامات بتاعت الطفل اللي معنا اصلا هو جاي بالرسبيرات والدسترس لدرجة انه بيصحى من النوم رغم انه قاعد في الكرسي يعني نايم في الكرسي مش نايم في السرير يعني نايم قاعد عشان يتحسل النفس ومع هذا بيصحى من النوم برضو عنده صور ثروت وعنده مشكلة في البالع انا دي خلاص عرفناها لما احنا شوفناه في الطوارئ اللي نايم قاعد في برضو بس فيه وفيه رغم ان هو قاعد ماشي وفيه ازا انا عندي علامات كتير من علامات زي 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 اللي فيه صور ثروت وفيه ثلاث حاجات يا مائلد يا مودريتا سيفير مائلد لما يكون الاسترايدور بيجوه بيجوه للمريض في السفير يعني هو قاعد او نايم بياكل يشرب عايش عادي ماشي يلعب كرة شوية او يعمل مجهود او كزا يبدأ يبقى فيه استرايدور او يبقى فيه يحسن نفسه متدايق يبدأ ويحس بالاستراكشن او ممكن يكون المودريت اه المودريت ايروي ابستراكشن ده بيحصل لما يكون الاسترايدور بيظهروا لما بيكون في عشان كده الولد ده لما كان في البيت كان بينام في الكورسي مش بينام على ظهره لما بينام على ظهره في السرير بيبدأ يحس انه مخنوق فبيبدأ يععد فبينام في الكورس عشان كده السفير بقى بيجي له زي ما شفناه في الطوارئ لما جيه في الطوارئ واحدة وطور التقدير راح شايفه لقى الولد قاعد ومع هذا فيه استرايدور فيه فالولد ده لما كان في الطوارئ هو عنده معنى ان في سترايدور وابستراكشن ان ان دامتر حصل له بالنسبة خمسين في مية على الالي وده بيكون اكتر في الاطفال عشان كده آآ بيظهر فيهم الحاجات في السفير دي اكتر لان الدامتر بتاع بتاع بتاعهم اصلا صغير فلما يحصل او ايديمة او او اي حاجات دي على طول بتأثر ويبدأ يظهر بشكل اكبر حتى من طيب النوع التاني هو واحد بيأكل معك عالصفرة بيأكل حتة لحمة فيها حتة دهنة انت بتحبها فانت بسط له فيها فهو بيبلع وقفت في ظهوره راجل تكتم خلت بقى لك حصله هتلاقي مش قادر يتكلم ولا يتنفس عمال يعمل الحاجات كده غريبة يعني هو قاعد مخنوق جرب سيستروت ابراهيم الطاير بقى مسك رائبته كده عشان عشان مخنوق قد ينظر عليه السينوزس وحان يفقد الوعي ده من ضمن الحاجات اللي فيها محتاجة القصة بتاعت ده موجودة في البيزيك لايف سببورت في الهملك منوبر امو هتيبلع ويبدأ يبقى ابوستركتد تعبال له هملك منوبر عشان تحاول تطلع طب ما عرفناش نطلعه تتوقعنا العين ده ممكن يموت خلال من ثلاثة لخمس زي بسبب الاسفكسيا فلازم تعمل اللي هو انفيزيف ايروي انتروفنشن كريكو ثيروتومي او منيدي الكريكو ثيروتومي او اي حاجة من الحاجات اللي بالشكل ده لانه هو عنده مفيش حاجة لان مفيش اير انتري ما هو انا قفلت المنصورة خالص فما فيش اصلا هوى بيعدي عشان يبقى فيه فيطلع صوت صح? التاني كان فيه هناك لانه كان برشل ففيه بحبوحة بيعدي منها الهوى فبيعمل لامنرفرو تحاول لكن هنا اصلا مفيش فلو اساسي فبالتالي مفيش الاسطرائدور اللي بطيف فبيظهر بقى السينوزس والقصة اللي انت عارفها زي الاخ ده في تومانجيري لما كان بيقع عينة بفقه وهو نايم فيبقى بصراكت فيشيلوها فيتحسن وهو كزا في برادوكس لانه هو بيحاول يتنفس هو بيحاول بس هو بيستراجل وينشع عن ذلك ممكن يحصل له نيكاتب بريشر والمونر اليديمة اللي هي حاجة هتكون اسوأ يعني العملية الطين هيزداد بالله فانت لازم هنا تتدخل على طول بانفعاتش بدم مسلا عملت ترايل هملك مانوفر منافعاتش بعام بدأ يسوق خلاص بدأ يبقى سينوز دي كزا فخلاص بفيش حل نعمل له حل نيدي لكي يكون ثوراته مسلا ونجيب الانف واللوز والحنجرة نشيل الفورن بادي او نشوفها نعمل له ايه فهي دي انواع طيب السؤال اللي بعد كده هيقول لك ايه بتاع احنا لازلنا من عتبارين الكيس حاجة بنفتح بها الكلام قد يكون على مستوى ممكن يكون على مستوى بتكون سوبرا جلوتيك يعني اللي هي ممكن تكون جلوتيك زي تمام دي اللي هي ممكن تكون ميتراكال زي خلاص فاحنا عندنا او لور وكل حاجة فيهم خطية احنا لغاية بنتكلم على الحالة دي بعد الوقت نشوفنا الكيس هي ليه عشان كزا انواع قلناها عندك مريض عنده ايه الاحتمالات اللي تيجي بغض النظر عن المريض كزا 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 السؤال اللي بعد كده هو ان احنا عايزين بتاع الاستراكشن من غير يعني انت جالك مريض عنده وعايزين نعرف الاستراكشن ده فين مكانه من غير ما نعمل له ولا ولا حاجة ابدا هنعمل الحكاية دي عن طريق يعني في حتة يعني في حتة جبيرة وفي حتة صغيرة في النص او في الطرف يعني يعني في المصورة في حتة واسعة في حتة دقيقة فبالتالي زي ما قلنا لما رفلوت حاول تربل انتفلو فعمل اللي هو اللي هو ده بيكون موجود زي ما وكتوبها في ممكن يكون يعني او او لو معناه ان هذا او زي 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 الهوى هو جاي مع اول حاجة بيقابلها فبيحاول يوسعه فبيطلع الاستراكدور تمام تمام بعد كده يعد في الواسع ما فيش مشكلة عشان كده هيظهر صح? ده بيقولك ده بيكون موجود ياما في التراكية ياما موجود في البرونكس زي اكسينا تراكيا او او اي موجود في اه المنطقة بتاعت التراكية والايه والبرونكس ليه? لان الهوى هو طالع من من ناحة التانية هيقابل حاول يفتحه وبعك هيعدي في السالك فيطلع الصوت موجود بس في لان بقية الهوى دنيا سالكة صح? فهبقى معناه اه سوبرا جلوتك الاكسابيراتوري معناه ممكن يكون بقى البيفايزيك ده معناه ان او ده بيينفولف او سوبجلوتس سندروم والسوبجلوتك السينوز او انترالالينج الماسيز اللي هي الحاجات تعتبرها اللي موجودة في النص اللي هي تأثر في الانسابيراتوري الاكسابيراتوري اللي هو هو معدي من فوق تعمل وهو راجع تاني من تحت تعمل ازا انا عن طريق الاسترايدور هحدد موقعه فين? في الاسابيراتوري سايكل سواء او اكسابيراتوري او بايفايزيك ممكن اعرف هل ده ابر ايروي ولا لوور ولا حاجة فيه ما بينهما يعني طيب نرجع للحالة بتاعتنا تاني راجع يا دكتور الكيس تاني كده فانت اطير الكيس تاني يقول لي بقى ايه دياجنوزيس اللي انت وصلت له الدياجنوزيس اللي انت وصلت له هي هو الابيجلوتايتس الابيجلوتايتس دي عبارة عن هو غالبا بيكون غالبا كان وبعدين لقاوها كمان بتيجي من من وبتيجي من وشكال حاجات تانية كمان كده غالبا بيكون آآ بيكون الطفل بالشيكي من مشكلة في البلع دايما غالبا بيبقاعد واحيانا بيكون طالع لقدام شوية في ما يسمى بحاجة اسمها اللي هو ده بتعرف الترايبود اللي هو الحامل السلاسي بتاع الكاميرا بيبتلة رجول والكاميرا بصل لفوق كده ادي رجل ودي رجل الوات رنك ورجل التانية والوقت قاعد زي هالكاميرا مادة بوزه قدام عشان يتنفس طبعا ده عنده سيانوزز كمان تمام فالبوزيشن ده مهم جدا فيه سترايدور هيكون فين بقى هنا ده ابر ايروي فغالبا يكون انسبيراتوري سترايدور فانا مما اشوف مع مشكلة البلع مع كامده هبدأ اشك ازي ما بنقول كده في يعني او او طبعا الطفل ده تيرتي ناين بوينت فايب اللي طفل وعنده صوته مفلد او هورس ماشي والدرولنج اللي هي دي حاجة مهمة جدا الصورة دي نشوفها تاني بيقولك ان فيه كلاسيك بريزنتيشن انا اول لما يشوف الحاجات دي مع عيان مع الدرولنج مع سترايدور ده بيكون في السن الاكبر شوية تمام تبدأ تقول دي خلاص البيجلوطايتس حالة والكلينيكالي فيه سيمتومز تانية لها سيفير ادينوفيجيا زي الصورة طبعا زي الديزنيا زي التاكيكارديا زي الفيفر والهورس كل حاجات دي من السيمتومز التانية البيجلوطايتس زي ما بنقول دي في السيفير كيسس بالذات لازم تدخل فيها سريع وبالتالي بنعتمد على الكلينيكال ساينز وسيمتومز طيب افرد احنا عايزين نعمل تست واحد بس نشخص به البيجلوطايتس يعني عند طفل يتحمل او فيه وقت ان انا ممكن اعمله انفستيجيشن انا اعمل له لاترال اكس راي لاتر فيو على النيك هنشوف البيجلوطايتس ده البيجلوطايتس النورمال رفيع شبه الصباع هو ده البيجلوطايتس تحس انه شبه الثم فبيسمو دي ثام ساين البيجلوطايتس اللي كان رفيع وسامباتيك بقى بكارشي وكبير كده دي اسمها الثم ساين يبقى انا اللي عرفت انه هو الولد اه في درولنج في سترايدور الحاجات دي دي مع الصورة مع الفيفر مع الحاجات التانية الدكتور هيقول لك عايزين انت حاجة واحدة نعملها هنتأكد هنعمل له لاترال فيو اكس راي على النيك هنشوف الايه الثم ساين دي باثجنوموني خلاص البيجلوطايتس مفيش فيها ولا كلمة طيب انا الوقت عندي مريض عنده ايروي اوستراكشن ان جنرال يتمشي على البيجلوطايتس يمشي على كل ايا كم موقعه نتكلم على الحالات اللي هي فيها سيفير او الحالات اللي سيفير يعني او اللي هم استدعوك فيها كدكتور تغدير انت مش دكتور اطفال ولا انف وازن فهم بيستدعوك عشان او عشان حاجة زي كده طيب هنعمل عندنا عين عنده اول حاجة يعني هبدأ المريض ده اكسوجين تمام تمام المريض ده انكشس العين ده اجيتيتد العين ده ده فوريتك العين مش مستحمل حاجة ممكن الممرض يعطله الماسك يوم شايله حطف في وجه يعطله نزل كانيولا يشايل هرميها في الزبالة فقال لك الاكسوجين حتى لو هو مش متحمل الحاجات دي لو طفل مسلا بواقه حتى من بعين هم يفيه اكسوجين واصله وطبعا هكاة دي من اول كل فيديو نقول لازم تمنتيني اكسوجين تروا او طول ما انت تقدر تدي له اكسوجين تديله مع اكسوجين ممكن تبدأ بتاعتك ممكن تديله تديله ادريناليد مسلا في النيبولايزر ممكن تديله كورتيكو سترويدز ديكسام يساديهم مسلا اي في لو في كانيولا او اي ام لو انفكشن زي الابيجلوطايتز دي محتاج هتديله اي في طب افرد مش مركب كانيولا ما تركبلوش مركبلوش اه ما بقولك او اي حاجة تزعى المريض تزود او تضايقه ما تعملهاش ليه المريض اللي جاي ده وعمل يلقو في الهواء بالعافية لو انت مسلا الطفل زي بتاعنا ده خلينا معاه جيه بتاع الاطفال الناي بريزنت جديد مسك تنجي بريسور وليني يا حبيبي زورك راح حاطت التنجي بريسور الولد عيت بقى سينوز بقى ديسترس ده اكتر ممكن تحاول مبارشة دكتور لطيف ده خلى الولد قاعد ايه يا عم ده قالولي يا دكتور ده بقى لي ومين بينام في الكورسي قاعد حتى ما بيعرفش نم على ظهره طب وريني كده بيعرف في نم ولا ما بيعرفش نم يا حماد على ظهرك نم يا حماد على ظهره اتخان اكتر ازرق اتنايل على عينه تمام حماده مش مراكب كانيولا عايزين يديره تعاني ركبه كانيولا ركبنا له قاعد يشدي يده ويعيط بقى اجيتيتد بقى ده اكتر ممكن تحاول لكم قلية فكل الكلام ده ملوش لازمة فاحنا هنمنيميز لحد ما يجي الاكسبرت له انت يعني مفروض الحالة دي في الطوارئ دكتور الطوارئ شاف الطفل مش هيستخدم مش هيقول له نم على ظهرك مش حاول يركب له كانيولا اللي لو كان متعاون وعندوش مشكلة اي حاجة تزعع العين او دقيق مش هنعملها طب هنمدى اللي انت بقى تقيمتها لما نركب له الكانيولا بقى في العمليات بعد الاندكشن واحنا هنروح لعمليات اه ما دي الخطوة رقم ثلاثة هنتصب العمليات نقول لهم حضروا هكلم التكنيشن او التمريض الخاص بالتخدير حضروا لنا جماعة بتاع اللي احنا اتكلمنا فيه الفيديوهات اللي ومع كده هنحضر الدرجز بتاعتنا الدرجز بتاعتنا احنا هنركب تيوب صح اه هنقول لهم حضروا لنا الاندكشن ولا اي في اندكشن قال لك في بصفة عامة خصوصة الحالات السبير اللي هي برشة اللي ممكن تحول لكمبيلت دي كلها يفضل تبدأ باندكشن ليه اولا المريض ده غالبا معتمد على التون بتاعه في النفس خصوصا مسلا الحالات اللي اللي هو ارتراكية دي العين اللي عنده تايمون ما عنده حجم الحاجات دي او عنده تراكية وماليشيا مسلا فهو بتنفس بالتون اولا لما ادت له اي في اندكشن بالبروبوفول او زدت الطينة بيلا وادت له مصر خلاص التون هيروح التراكية دي هتبقى كلابست على بعضها حصل دي اصلا الحاجات اللي هو ارتراكية دي دي هتكون دستل الاندو تركيال تيوب تيب يعني انت متركب الانبوبة التيب بتاعت التيوب هتكون فوق الاوبستراكشن مش هطبيباس الاوبستراكشن يعني فبالتالي مش صاف تفنتله حتى اللي ركب تيوب ممكن متعافش هتعمله فيفضل تمنتين التون خليني في الانهاليشن طب ايه ايه فايدته فايدته ان انت بتديني المريض اول لما يبدأ يتحول مبارشة لكمبيوت اوبستراكشن خلاص بتاع السيفو اللي انت بتستخدمه اول هاتين هيوقف يعني ماسك الماسك فهو بتنفس حصل ان هو بقى كومبيوت اوبستراكشن يبقى السيفو اللي كان دخل للانج مش هيدخل للانج فالعام ممكن يصحى مرة تاني تمام كده فدي ميزة كمان صح طيب يعني ما نفعش استخدم خالص قالك والله ممكن تستخدم في حالات كده حاجة واحدة بس لو فيه كانيولا في ايده اللي هي الكتامين بتديه له واحد ماكسما تلاتة ميلي جرام بركي جي وبتديها لحد ما ينام يعني تلاتين ده هيكون وزنه من اتناشا لخمستاشر كيلو قول خمستاشر كيلو واد بياكل كويس هتدي له ابانها هحضر خمستاشر ميلي جرام كتامين هتدي هم له لحد ما يبدأ ينام طب هتدي هم له فين هتدي هم له في العمليات وهتدي له اي حاجة سوى وهو في حضن ببقى وممطف وفي اللي هو ما اتفقنا فممطو شايلة هتدخل معاه ممطو العمليات وشايلة وانا هعمل وها شايلة اللي ولد نام خلاص يستي كل تفضلي برا وابدأ اشوف شوك اللي هراكب له بقى ان كانيولا يعني ما كانتش يراكب كانيولا وهكذا طيب حاجة مهمة جدا تكون معنا طبعا دي صورة ده هاو وده النورمال النورمال في الاطفال زي ما قلنا بتاعهم في ويوز ومش عارف مين لما يحصل بتبقى دينيا حمرة اوي زي ما انت شافوا قدامك كده حتى لسلات الصغار ده ممكن ما تشوفوش عشان كده كمان بيقول لك احنا عايزين زي ما قلنا احسن حاجة وبلاش مصر من ضمن المميزات بتاعاتهم في ان الولد ده وهو بتنفس ساعات انت ما تشوفش اللارنكس اصلا شاف بوكال كورتز ولا بطيخ فمع النفس بتشوف كده عند مكان فتركب على الحتة دي يعني انت عامل مسلا خلاص خلاص الولد نام بتبص بالمنزار الدنيا كلها حمراء اللون ما انت شايف اي حاجة خالص هتلاقي فيه بجاليل بجاليل كده ما كان يبقى ده ما كان حط التيوب على هزا الاساس تمام دي من المميزات برضو الانهاليشن ودي من اسباب ان احنا ما نحبش ساعات المصر طب افرد الولد ابنك وانا مش شايف حاجة ولا فيه بقليل ولا بطيخ هتخلي المساعد بتاعك يعمل لك يعني على الشاس كده عشان يطلع لك البجاليل البجاليل اللي احنا عايزانها دي طيب حاجة تانية مهمة نحضرها معنا هي معه ريشد برونكوسكوب ومعه راكيوستو مي ست موجود ليه بقى افرد حالة برضو زي الطفل اللي قدامنا ده اللي انا مش شايف منه اي بدنجان ممكن يدخل هو بالرشد برونكوسكوب نحاول نعمل منه لان ريشد برونكوسكوب له سايد ستريم بتوصل عليه السيركب بتاعتنا ممكن نعمل منه صح؟ كده غير كده ممكن اركب تيوب من هنا الاجهزة القديمة زي اللي قدامنا ده كده بنركب منه موجي ونركب عليها تيوب فيه دلوقتي المناظر الجديدة البرونكوسكوب الجديد بيكون معها معدني بيركب عليها تيوب بتعمل منه عادي خالص ده بيكون مفيد اكتر كمان في الحالات اللي زي اللي هو ارتراكيها سايموما كارسينوما لينفوما اللي هي العيانة تحول مبارشة تمام وانا مش عارف اركب او ركبتها ومش عارف افنتله بيجي هو حل سحري بازن الله عن طريق البرونكوسكوب بيعد طبعا ده ريشد فبيخش يفتح اي حال وممكن تفنتل منه المريض عادي جدا او تركب منه تبيواز بيها بقى عشان كده ده مهم جدا اي حال مفروض تكون محضره التراكيوستوم المفيد في الحالات بتاعة يعني لو عندي لقيت عنده انا عملت له التراكيوستوم هستفيد ايه ما كده كده فوق ما استفدناش منه حاجة لكن لو عندي عنده زي ده الطفل ده لو معرفنش نركبه تيوب نهائيا لا بمنزار ولا بجلايدوسكوب مسلا ولا فيبر اوبتيك طبعا في الحالات اللي بالشكل ده ممكن ما يكونش مفضل لان ات على متحضره بتاعها يفوت وقت كبير لكن يعني تمام واجينا دخلنا برشد برونكوسكوب حاولي نعمل منه معرفناش او مش معوجود معنا الست اللي ينفع فالحال اللي هتنقص به حيات المريض هو ايه تراكيوستوم هداية مفيد في طيب بعد كده عندنا لازم نفكر فيها بقى المريض ده عملنا له تيوب يعني او فشلنا فعملنا له تراكيوستومي مش هيفضل معنا في العمليات العمر كله صح هيروح فين هيروح الاي سيو ياخد الميديكيشن واوا فلازم نفكر في طيب مريض جاي كان عنده مسلا اه هو عنده وكان عنده سيموما وشلوها وكل فترة ما بيجيله مسلا شاست انفكشن ولا بتاع بيجي بقيروية اوبستراكشن وجيه النهاردة فيكو اللابس ومش عارف ايه ومعرفوش ركبه تيوب المهم ركبت بالعافية هيفضل بقى طلع عمره كده على تيوب ولا هشوفه حل مفروض نبدأ نفكر في حلول زي مسلا زي 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 هنتكلم معنا بعد شوية يبانى مفروض بعد بقى من ضمن ان انا بفكر بعد هنعمل له ايه تمام يبانى منتين وابدأ الميديكيشن مثلا اه كونتيكوسترويد زيدي له انتيبيوتك لو في كانيولا واي حاجة تزعل عن مش هعملها اصلا هتصل بالعمليات قال لهم حضروا اللي منها تيوبات صغيرة يعني حالة زي دي انا هركب له تيوب اصغر من المقاس المعتاد بتاعه بالنص الواحد يعني فرض ان المفروض الطفل ده تلت سنين وليكن هركب له تيوب مسلا اربعة ونص يبانى احضر له تيوب مقاس اربعة احضر له تيوب ونص كمان لان زي الصورة اللي كانت موجودة دي شوف حاطط له تيوب صغيرة ممكن هو في العادي ياخد اكبر من كده بس انا بسبب ايديم او كده هعطله مقاس ايه اصغر صح? فلازم ناخد بالن معه الانهيليشن او الاي في والله مركب كانيو للطفل من الاول اللي يبانى ممكن يدله كيتامين لو مش مركب يبانى هتستخدم مصر الاكسنت بلاش خالص سواء كان هو او اي حاجة حاول تتعامل من غير مصر الاكسنت احسن لازم يكون فيه انف ولوز وحنجرة معنا ومعارج البرونكوسكوب ومعارج لو احتاجناها ولازم نفكر بعد ما بنعمل او عملنا اي اي القطوة اللي هنعملها بعد كده. اللي قدامنا ده دياجرام كاااا بيشرح يعني المنج بنت بتاعت الابيجلوطايتس كلها. بيقولك لو فيه اكيوت ابيجلوطايتس ده خلاص دكتور الانف اه الطوارئ او حتى انف وزن وحنجرة او الاطفال شفف مريض في الطوارئ المفروض يتصل بالانف والوزن وحنجرة والتغدير يبلغهم ان فيه مشكلة في حالة كزا كزا ويبدأ على طول ميديكال ثرابي بتاعه زي ما قلنا اكسجين ادرينالين انتراماسكولار او انترافيناس ستيرويدز حسب فيه كانيولا اولاء وانترافيناس انتبيويتكس لو اه فيه اي في كانيولا مفيش يبقى هنستنى الانتبيويتكس لحد بنركب كانيولا في العمليات زي ما قلنا ده الابكروتايز غالبا بتكون باكتيريال انفكشن او 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 دول اشهر حاجات اللي بتعملها بعد ما هو عمل حاجات دي جيه بقى الناس السنائر تغديره انفولوز عشان يشوفه المريض فهو متاح في الايدل ان هما يعملوا بالفايبر عشان ياسسوا بتاعت الحالة ده لو في وقت يعني لو المريض يتحمل ذلك احنا قلنا يعني المريض تحمل وعملنا لقى الولد كويس اموره ماشية خلاص بقى ده ثيرابي همشي حالة زي اللي معنا دي بقى اللي هو عنده فهو اصلا عنده صح? اه فده محتاج خلاص بقى سواء هذا انبيزب او انبيزب فلو متاح نعمل زي ما قلنا خلاص هنشوف ماشي هل هو يتحمل يعني هلنا لو عملت له اندوكشن في عندي مسافة ان يتحرك ولا ما فيش لو هو خلاص ايبان هاجدوا العمالات زي ما اتفقنا بجهاز اندوكشن هركب له لو فشلنا معنا دكتور الانفولوز والحنجرة مع رجل برونكوسكوب هنحاول نعمل من اندوكشن فلحنا الحمد لله لم نفلح يبقى نعمله تراكيوستومي يبقى نحوله على الاي سيو بقى يكمل طبعا او بتراكيوستومي كده كده هيروح الاي سيو يكمل العلاج بتاعه طب بفرد هو انا عندي مشكلة دلوقتي الولد بدأ يبقى بدأت حالته تسوق يبقى انا لازم اعمل ده ممكن يكون حاجة زي نزل كريكو ثيروتومي مسلا في يعني احنا دلوقتي مسلا ده سؤال برضو تاني اما بتيجي تتكلم مع الحاجات دي في الامتحان ويقولك طب بفرد انت كلمت العملات تبلغهم قالك ما عنديش مكان ليك العملات كلها مشغولة مفيش مفيش عملية مفيش غرفة فاضل للطفل ده تمام وبدأ يتضهر هتعمل ايه انت طبعا زكي فهتقوله هستنى ما تفضى اوضع طب بفرد هو حالته سايت اكتر هفضل بتستني العمر كله في الحالة دي لازم تعمل انفيزيب انتربينشا بقى ولو انك تعمل كريكو ثيروتومي دي بتقعد خمسة واربعين ديقة كانيو لا زي ما العملات تخش تعملو او من الاول انا عارفت ان الطفل ده انسيف وفيه مكان في العملات وكل حاجة بس انا ما عنديش فرصة ان اعمل حاجة الولد حالته مسلا او الدنيا مش مش ولا بود او عملت في الليات الدنيا مش واضحة فخلاص سباحنا نعملو وبعد كده نفس القصة هنحوله على الاي سيو كامل بتاعه تمام تمام الكلام بتاعها بقى ان احنا بدد اي في انتبايوتكس المدة من ثلاث لخمس تيام بنبدأ بسيف تراكزون خمسين ميلي جرام بركي جي اي في بعد الثلاث لخمس تيام بيبدأ ياخد اورال انتبايوتكس طبعا طفل ده غالبا جاية دي لانه بقاله يوم ولا اتنين عنده مشكلة في البلع في اكسيسف دورولنج فهو ده فادي له كويس سيديشن لانه او على فمش هصيبه يفضل يحزع على الانبوبة رأنا ايامه وبارس التمول عشان هو عنده فيفر احيانا الاطفال دول بيبقى جاي اصلا في عنده سيبتكشوك او سيبتكشوك فبنمشي على البندل ممكن حتى كمان يحتاج وحاجات زي كده في نسبة سبعة في المية من الحالات بيجيله كمان بلمونة الاديمة بتظهر من اول لما تركب التيوب هتلاقي وحاجات طلع لك تسمع تلاقي عملت الايديمة واضحة ده بيبقى على خلاص ده المانجمين بتاعها غالبا بيبقى في خلال من اربعة وعشرين ثمانية واربعين ساعة يفضل ان انت تعمل اه تلقي نظرة بالفليكسيبول اه يعني ممكن بالفايبر او بحقيقة تخش تشوف اخبار ايه والايروي والايروي دي ما موجودة او لا او كده تعمل دي يساعدك في اتخاذ القرار طبعا مع والحاجات اللي بتتعمل عشان نشوف ناسس يعني طيب الحاجة اللي نتكلم عنها بعد كده اللي فادة كله ده بتاع عن زي ما انتفقنا يبقى احنا لو هنطلع بحاجة من الفيلم ده كله هو ان احنا عايزين نثبت المانجمينت مهما كان الليبل بتاع البوستراكشن مع الميديكيشن نيبولايزر وانتيبيوتكس اللي هو بكتيري الانفكشن مسلا هنمنيميز واي حاجة تعمل ابسط للمريض المريض هيبقى في العمليات بجهاز احسن هنحضر مع تيوبات تكون مقاساتها اصغر هنكلم الانف ووزن حنجر مش هنشتغل اصلا من غيره مع ومع لو احتاجناهم لو احنا عملنا الحمد لله سواء احنا اللي عملناه او الانف ووزن عمله عن طريق الحمد لله او حتى عملنا لازم نفكر في هنعمل ايه بعد كده اللي عيان ده هو تمام هيروط عمل نبدأ نفكر حالات زي هنتكلم عنها دلوقتي هنشوف هنعملها ايه دلوقتي هننتكلم عن يعني مثلا جاي لك عيان في حدسة عام جاي في حدسة عربية عنده فيشل ترومة او نيك ترومة وهيعمل على رابشة ريس بليم مثلا هنخضره ازاي ده برينس الجيل شوف يا سيني لو اللي عند المريض ده ابر ايروي يعني المريض جاي فيشل ترومة مثلا او ترومة يعني في النيك بس المشكلة عنده فوق الليرنكس فانا هبدأ اشوف هل يعني يعني مع ان هو عنده مسلا بس بتنفس ما عندهش ولا ولا بطيخ وبسبب ده انا مطاقع ممكن يبقى صعب شوية بس الامور هتمشي فانا هشوف بقى حسب ايه حسب مريض زي ما قلنا جاي في حدسة يعني اعتبر فانا عايز اعمل يبقى انا هتشغل اي في اعمل اي في اندوكشن مسلا بربوفوروس اقسمانه للقصة دي طب انا لو ما عنديش وانا مقلق منه لان ممكن يبقى برضو يبقى انت ممكن تعمل اندوكشن لهو سيفير يبقى هنعمل اندوكشن وهاتصل بالانف واللواز والحنجرة كالعادة اي حالة انت شكك ان في وخايف منه او مقلق تكلم الانف واللواز معاك الانف واللواز ده هيعمل ريشد برونكوسكوبي هيعمل او مفيد برضو تمام فلازم يكون الانتين موجود مع ريشد برونكوسكوب جاهز لو حالة بقى خلاص اه لا انا هعمل له ومعاك الانتين معاك ريشد برونكوسكوبي برضو سات جاهز اخوة ماك همدلكلم عن اقبر افوق فانا لو عرفت هركب ماشي ريشد برونكوسكوب ماشي ما نفعش لو عملت اللي هو لا نفوز ونعمل ويعني العن امور هتمشي اخر الحاجة ده خلاص انا جاي لمريض زي ما قلنا بقى لحتة لحمة اللي كان بياكل عالصفرة وحد بصصله في الحتة اللي في ايده فهو بياكل راح تبلحها وقفت فزوره بقى مش عارفين مش عارفين نشوف له حل مش قادر يتنفس خلاص زي حلطلو كريكو تهيروتومي عملو تراكيوستومي عملو تعمله خلاص ممكن تستخدم الهيليام اللي هو هيقل في حاصل القصة دي طيب لو بقى زي حالة مسعا ده تمام هنعمل له ايه اول حاجة ده ده هو اكتر كوز زي ما قلنا لازم نعمل له او امار ايه هيرولك هل في تراكيوه ولا اه تراكيوه ولا اه وهل في ناروينج ولا لا غالبا ده نادرا ما بيعمل ناروينج في الاروي اللي هو يعمل سيبير يعني لكن ممكن نعمل تراكيو ماليشيا ممكن نعمل مشاكل تانية فحنا نعمل له اساسما انت بال سي تي والامار اي لان الدنيا تمام يعني نفرد وكل حاجة بس الادامتر كويس ومفيش مشكلة وده غالبا اللي بيحصل خلاص ده هنقيمه بين جبالة دي. عادي وتيوب عادي ما عنديش مشكلة. ده عاية مسك جاي يشيل الثيور ده اخ جاي من الثيور دكتوم اساسا. تمام? تمام. طب انا توقعت ان فيه او فيه قالك ده فيه ده فيه كزا. المريض قال لك على سيمتوم زي توحي انه عند بتراكية وماليشيا. اعمل ايه? لا يباني هعمل له في مشكلة فيها. عند مش مساعدني مش كزا. خلاص يباني اعمل وفي كل احوال بدأ ما انا متوقع ان فيه هجيب بتاعي الانف اللي هو زي الحنجرة معايا ومعايا زي ما قلنا ده حلال مشاكل ان شاء الله لو انت الدنيا زنايت معاك هيخش تعمل منه لحد ما تشوف حل من ضمن الحلول ان هو نفسه عملك منه مش مفضل ليه? لان فيه فانت اصلا الحتة اللي هتعمل في ريها التراكيوستومي فيها فانت هتعمل هنا ازاي? تكون صعبة الامور شوية. فتكون متوقع التراكيوستومي هنا هو احتمال بعيد ان انت تستخدمه. فاح تبدأ باوكي انتيوباشن المريض ما عصلك فيه مشكلة هنعمل ومعنا الانف اللواز ومعاهم ريشد برونكوسكوب. لو فيه ديستر بقى خلاص مريض عنده ثايمومة كارسينومة لينفومة. وانا شايف ان فيه او مفيش حتى انا خلاص خايف ان هو في ادراتي هو عنده تيومر عامل تمام? اه هو فيه انا خايف تحاول له قويا كان في اي بروسيديور هتنفع تتعامل من غير ايه? هعملها من غير شي ايه? يعني فرضا ده عند ضياباتك برضو وجاي يعمل مسلا بيكتو ولا جاي يعمل بلوني ولا بابني ولا اي بتاع هتدي له حاجة اي حاجة ولازم يكون محضر معي الحاجات دي برضو افرد طويله قلب مثلا صح? او افرد من الاول هو هيعمل عملية مش هينفع فيها ان احنا ندي يبانا هعمل او هستخدم عشان زي ما قلنا البارشل متحولش لو تحول مع هيصحى صح? بدل ما تدي له مش هيرجع صح? وفي كل احوال لازم يكون فيه مع ريشد برونكوسكوب لاني دي ممكن تكون عين عنده تحاول مبارشة ممكن تركب تيوب بتعرفش تفنتيله برضو الحاجة اللي هتحل لك المشكلة هو ريشد برونكوسكوب هيبايباس تعمل منه ممكن تركب تيوب تعدي بيها كمان طيب او ده زي ما اتفقنا من ضمن البلان بتاعت ان في الاخر خالص افكر اعمل له ايه بعد كده يعني فرضا جالك عيان عنده زي ما اتفقنا ولا كارسينوم ولا اي بدنجان وجاي قاعد وبياخد نفسه بالعافية وعايزين نشوف له حل لاني معا بيزرقه حلته خطيرة فكلموك تعمل له اه انتربنشن صح? زي ما اتفقنا اكسجينيشن والميديكيشن والحقيات اللي بتعمل للمريض وكلمنا العمليات والانف والروزن وهو الحوارات دي صح? نفس المانجم انتو هو هو صح? دخلنا الحمد لله ركبنا له تيوب سواء انت ركبتها والامور مشت او الانف والروزن ركبها هنطلقى ريجة برونكوسكوب الحمد لله الامور مشت هنعمل له ايه بعد كده بقى? راح الاي سيو هنتصل يا جماعة عندنا كزا كزا. بيفكر في حاجة اسمها التراكيو برونكيا الاستينت. التراكيو برونكيا الاستينت دي فرضا مريض عنده تيومر قافل آآ من آآ برونكاس تمام? فبيعيجي هو يحط الاستينت دي الاستينت دي بتفتح الاروي بدل ما فيه او فيه الاستينت دي ممكن تكون سيليكون زي دي كده ممكن تكون متالك زي دي كده السيليكون بتركب ازاي السيليكون اصلا زي ما اتشافت ده متر بداحة كبير فدي بتبقى تتقفل بشكل معين وليها بشكل معين وليها كمان برونكوسكوب كبير بشكل معين لو مش موجود بيستخدموا برونكوسكوب البلدي ماس خمستاشر وبتتمسك بفورس بس معين وبتركب. بتركب ازاي فرضا دي مسلا مسلا دي مقفولة اهي فيها بيخش بريجة برونكوسكوب لحد هناك بيزوق الاستنت فولدد وبعكها بالفورس بس فتاحها بيشدها بطريقة معينة فبتتفرت تفتح الايه الاستراكتد ايروي بدل ما كان فيه ناروينج هنا وديها دايقة الدنيا هنا بقت واسعة ولزيزة صح دي السيليكون الميتالك دي بتركب ممكن عن طريقة برضو بطريقة شبيهة او ممكن بتركب الفليكسبل زي بتاعت بتركب مع الفليكسبل برونكوسكوب ودي ميزة نسبية نظرية ليه الايه الميتالك ان الميتالك سهلة في التركيب اكتر في اوروبا دول متقدمة عندهم انتربينشن بلمونوليجست واحد بتاع بلمونيج اه بتاع تنفس مخصوص للقصة انتربينشنز اللي بالشكلات في الدول التانية بيعاملها ايه فبالتالي يعني هي مش بحتاجها دي ممكن تركب بسهولة انما التانية ليش برونكوسكوب وتخين مياس خمسة شهر دي كبير جدا مش اي حد يستخدمه لازم ويكون واحد يعني ايه اكسبرت في القصة دي فنظريا الميتالك احسن طيب ايه تاني قالك السيليكون دي اصلا دي دي بتحط الوقت المعين وبتتشال فممكن تتحط مسلا شهر اتنين ستة شهر وبتتشال عادي عشان كده هم بيستخدموه كده يعني لو في مريض عنده ايه بشكل معين وبنفكر نعمل له عملية ولا ما نعملوش هم بتوعه فبيحطوا السيليكون دي ويشوفوا العين اتحسن ولا والله نفعت والعين اتحسن والامور بتاعته مشت بساعتها خلاص بيزبطون ان تتشال السيليكون دي ويعملوه له السيرجيكال انتربنشن الميتالك دي في منها نوعين فيه من نوع كفرد وفيه نوع مش كفرد دي غالبا بتكون بيرمننت ليه بيرمننت لان لما بتركب بيتعمل عليها جرانيوليشن تشو فبتزبط في مكانها فبتفضل على طول كان لها مشاكل انت صعب بتعمل فعملوا حكاية ده عشان يستفيدوا من الحاكتين بارش الكافر يقل للتروما والانجري وسابوا الطرفين زي ما هم سلك زي ما هم عشان يتعمل عليها فتزبط في مكانها فبالتالي الميتالك دي بتغالبا بتكون بتركب على طول تمام بينما السيليكون حكاية بتدي ميزة نوعية للميتالك ايه هي ان هي ما بتحصل لاش ما هيتركب بتزبط في مكانها انما السيليكون بيحصل لها ممكن تتحرك عشان كده عاملوا لها البزابيز اللي انت شايفها دي عشان تزبط في مكانها ومع ذلك بتتحرك برضو السيليكون كان فيها ميزة نوعية عن الميتالك وهي دي بتركب لو فيه مسلا المشكلة عند القراينة مسلا تمام فكانوا بيركبوا دي اللي هي دي انها بتخش جوه من برونكاس وفي نفس الوقت المسكة التراكية مكانش موجودة في الميتالك الميتالك عملوها بقى في منها اللي هو دي وبتركب بنفس الطريقة سواء او البتاع فهو نظريا وده كثرة البنجة امثالي انا ده مش طبعا في حياتي ما شفتش الحلة دي كتير يعني انا شفت القصة بتاعت دي طلعت اربع مرات بصراحة لكن المرات اللي شفت فيها السيليكون السيليكون اه كتير منهم كان بيحصل يعني كان في مريض مريضة كان اا قعدت على في الايسيو مدة طويلة فعملوا لها وبعد ما خلاص رواحت البيت لقوا ان فيه بسبب فجابوها ركبولها يمكن مرتين ولا بتاع جات كل مرة الاستنت بتطلع لفوق فالتراكيوستيميتيوب بتطلع فوقها ما بيكونش ليومن قصاد ليومن لا بيبقى ليومن فوقه والتانية ليومن بتاح تحت فكما بتيجي باستراكشان يخش بتوع السيليسيك سيليجي ريزوق الايه الاستنت هو هكذا فطبعا دي كان الاحسن لها تركب الميتاليك لكن هي السيليكون اللي هاستخدام ظريف زي ما قلنا كادي اجنوستيك طول زي ما مكتوب هنا كده بص مكتوب ايه ان ال ايروي ستنتنج كان بي ادى اجنوستيك طول باش ان تخوز سيمتوم افتر ايروي ستنتنج ار لايكلي تبينفت فروم سيرجيكا ريبير يعني المرضى اللي ممكن لهم سيرجيكا ريبير بعد كده يفضل تساعد فيها السيليكون ليه لان انا هشيلها واعمل لعمل اعملية لو حطيت الميتاليك اللي هي بقى انا هيبتتشل برضو بس هتكون امور اصعب وغالبا الناس هتكسل اقول لك بان الحالة ماشي بالاستنت تسيبك منها وسيبها تعدي وخلاص دي الصورة اللي احنا شفناها دي صورة تانية بص دي برضو برونكا سهيه نفس القصة دخل برونكوسكوب زي الاستنت شوفك هاد دي نارود ازاي وده فتحة الحمد لله دي حاجة ما بتتعملش غير بالميتاليك وهي ان عين كان عنده تراكية وازوشية وعنده او حاجة هو عامل فالسيليكون ما بتفيدش هنا اللي بتفيد ميين الميتاليك هي اللي بتزوء المتاعه وتعمل تشوف تثبت مكانها فمن ضمن اللي هي موجودة للميتاليك بس مش للسيليكون هي التراكية اا سوفيجية الفيستولة تمام ده منظر ده عييل صغير كان نتركب له دي الميتاليك هي قدامنا اا دي برضو اا مريض شايف هنا دي التراكية اللي هي الحتة لونها اا اصمر شوية في وسط البيض ده شوف فيها فشيخة اوه وفيها ناروينج هنا تشوف الديامتر من هنا لهنا بعد يعني تقريبا تلات اضعاف هنا فدي كان شكلها بالبرونكوسكوب كانت صغيرة وهنا ايه بعد الستينت الميتاليك دي طبعا واضح انها بارش الكافر ده ايه شايف الستينت هنا الديامتر وسع جدا حلة المشكلة طيب الحل العملية بقى اللي بتتعامل يعني مسلا عن دلوقتي عملنا له الميتاليك بتاع ده السيليكونستينت وتحسن فحايزين نعمله جراحة ايه الجراحات المتاحة اول حاجة حاسمها تراكيو برونكو بلاست دي تراكيو برونكو بلاست دي ان هم بيجيبوا برولين ماش وبيعملوا للباستيرو الول بتاع التراكية مثلا دي هنا في هنا اا دي اهو بيجي بيجيب الماش ويعمل للباستيرو الول بالبرولين اا ماش العملية التانية هي تراكيها او دي اللي احنا نتكلم عنها بفتوره ان شاء الله ما نعيش 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 نعني عمد ان هنا عندي فيه سجمانت الكومبريشن او اا او سينوزس او هنا مسلا فبتتعامل العملية ان هو بيقص الحتة دي وبيجيب ايه بيعمل زي كده بيجيب الحتة اللي فيه مع حتة اللي تحت ويوصل يفتح الصالة على قط النوم يعني. خدت بالك انت ويتجاوز الحتة دي هتتشل وتتريمي خالص. ويوصل بقية القصبة على البتاعة. ماشي. اه ده بالنسبة. زي بانا عندي العين والبتاع الحاجات زي هدي له ومش عارف فيها صباته. الحالات اللي هي مش زي او والحاجات دي يبانا هركبه او عمله عملية جراحية حسب ظروف. اخر حاجة نتكلم عنها بعد النهاردة هي الكروب واللارنجوسبازم. احنا الكروب واللارنجوسبازم دي مشاكل بتحصل في التغدير عندنا من ضمن المشاكل في ده يعني اللي واكتوبة. بيقولك ان بعد ما بنعمل احنا للمريض بيحصل له احيانا سبازم او بيحصل له قد يكون بسبب الرنجوسبازم او بيحصل بسبب الكروب ده اللي هو بسبب الاديم اللي موجودة او في التراكية غالبا بيكون بسبب حاجات هنتكلم عنها دلوقتي. لكن في حاجة تانية اسمها الكروب سندروم ده مصطلح بيتكلم فيه بتوع الاطفال غالبا عن في تلات خصائص بيكون حاجة اسمها شبه نباح الكلب كده هلنا خلاص اي قبر ويكون معها وي بواصب هو طيب الكروب سندروم دي غالبا بتؤثر على الاطفال من سن سنة لتلات سنين هو في الواقع من سن ستة شهور لتلات سنين المتوسط بيكون تمنتاشر شهف الكروب اصلا كان بتطلق على حاجة اسمها واللارينجو تراكيو برونكايتس دي بيتعمل او بيحصل نتيجة الاصابة بالهيموفلس بارا انفلوانزا فيروس طيب وان غالبا وطيب تو تلاتة كمان فكان بيقول عليه كروب سندروم بعد كده بقى عندنا تلات حاجات اللي هم اللي هو ده معاه لزمزموط الكروب معاه حاجة اسمها التلاتة دول هم التلاتة التلاتة في نسيج واحد تحت مصطلح الكروب سندروم لكن كروب سندروم اول لما اطلق اطلق على اللي هو الكروب سندروم بيظهر ك ديت السمتوم بتاعته واحنا مفروض الوصول بقى نفرق بينه وبين الابيجلوطايتس كان بكتيريال انفكشن بيهيموفلس انفلوانزا انفلوانزا بي بكتيريا مع النيسيريمنجيديس والكانديداء البيكانز وكده فكان غالبا بيكون بكتيريال انفكشن يعني لكن الكروب هنا اللينجو تراكيو برونكايتس دي فيرال انفكشن تمام طبعا بكتيريال تراكايتس معنا بس الكلام عن الابر ايروغي خلاص الحاجة التانية ان ده فيرال انفكشن فبالتالي بيكون في لكن في الابيجلوطايتس كان هاي فيفر لانه ايه بكتيريال انفكشن ده موجود هنا وهناك لكن هنا يميز بالباركنج موجود في الابيجلوطايتس احيانا بس نادرا بيحصل مع الكروب بس ممكن يكون موجود الابيجلوطايتس بيكون اكساسيف بيكون طبعا اكتر وهو هناك حاجة بتساعد في التشخيص جدا اخر حاجة لكن احنا عندنا الابيجلوطايتس هحتاج ميديكيشن حتى لو موجود او محتاج انت بيوتك عشان الكروب عايزين نعمل لها بتاعتها بنتكلم فيه الطب البلدي هنشوف هل فيه تكابنية هل فيه مفيش هل فيه تايد الفويلوم كفاءة هل مفيش بتاع الطفل هل سيانوتك هل اوبتند هل كومفارتة بلو لا الصوت اخباره ايه هل فيه هل مفيش هل فيه مو ولا مفيش هناك كان طبعا بيكون او فيه هنا فيه برضو وهي بيقولك احيانا بيستجيب للعلاج وبيحتاج فاحنا عشان كده بناسس بتاعته بتعمل بحاجة اسمها عادي طبعا اه وقف الفيديو الثانية وقرى الحاجات المكتوبة لما بيكون قل من اتنين من تلاتة لسبعة لو اكتر من تمانية بتاعه هنتكلم عن الفرق بقى بين اللي هو بتاعنا احنا عيان كان بقى بيعمل عملية وعملنا او عيان كمان من عملية وشبنا له تيوب وحصل له لارينجوسبازم ايه الفرق وايه اللي بيحصل ده ده بيحصل بسبب اللي هو بيدي بتاع والحطة اللي فوق دي اللي بيحصل اكتر في العين والعين الازماتيك والعين اللي عنده احيانا يحصل مع لو ماستخدمتش مصر مع العيل صغير انا بنيمه تمام وبعدين اه عايز احسن فحطط له ممكن اعمل له زباز عيل صغير بنيمه وجيت اعمل لرينجوسبازم او بقى راكب بيعمل ساعة يقفل ويعمل ايه لرينجوسبازم صح اه لو في لايت اناسيزيا وانا هعمل او لايت اناسيزيا اثناء البرسيدور عيان نايم لايت اناسيزيا او حصل او حصل حالة مسلا مسلا تستيكلر او فيه ستيموليشن للبريتون الحاجات اللي بشكلية ده في لايت اناسيزيا ممكن تدعم لرينجوسبازم او مع عيان خلاص صحناه وطلع الباكيو برا ولا ففيه شوية سكريشن فيه شوية عمله عمل ستيموليشن للبتاع فعملوا ايه لرينجوسبازم حصل الحاجات دي اعمل ايه بقى يعني حصل لليه لرينجوسبازم اعمل ايه هعمل عيان انا لسه ببدأ بالانهاء مسلا طفل صغير بفتح له سيفه وبنعمه جيت ابص بالمنزار دخل في زبازم خشيل المنزار وامسك بالباج مسلا او بالايه لو مسلا في بالفيس ماسك والانبوباج صح؟ بمية اكسجين دي دي حاجة اسمها لارسون منوفر الاخ لارسون لقى ان فيه هنا بتاعت الماندبل مع الفولور بتاع الحتة دي حاجة اسمها في الحتة الصغيرة دي كده 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 ايوة في حاجة اسمها لارسون قالك لما انت عندي خش في لارنجوسبازم لو عملت انت حطيت صباعك عملت في اللارنجو النوتش دي اللسبازم بيفك طب ليه بيفك قال لك والله احنا مش عارفين هو بيفك ليه ممكن يكون عشان بنعمل جوس رست مسلا ممكن ممكن عشان بنعمل في في العنبي يصحى ممكن ممكن ده جاي بالديب كرينيال نيرفش عارف ايه فعمل في العنفك ممكن مع ان هي اصلا اللي عملت اللسبازم يعني اصلا ما علينا فالمفروض ده طبعا هنجيب احنا زي انا يعني انا مش شايف العضل فالك والله انت تيجي ورا اا ودن العيان وقدامك يعني المستويد ورا اصباعك والمندبل قدامك المندبل من امامكم والمستويد من خلفكم وتعمل بريشر عند الحتة دي دي عند الوسيس كلينتي استوود اهو تحعمل بريشر في الحتة دي معجوز رست هيفك في البيدياتريك ممكن تبقى شوية بس انت المهم الفكر العام واحدة ورا الود وبين المستويد وبين البستور الماي بتاعت المندبل وتعمل معجوز رست خفيف كده مع بريشر هتلاقي لعن ايه الاسباز مفك ما فكش هتدي له اي في الليدو كان واحد الواحد ونص ميلي جرام بركي جي وفي الحقيقة وده فعال جدا ما فعالش يدي له ساكسنال كلين بوينت تو فايف ميلي جرام بركي جي ان شاء الله هيفك ما فكش ممكن تحتاج تعمل بقى بمصر بتاع رين تيوبية تدلو ساكسنال زي الناس وتركب تيوب للمريض لو الطفل لو المريضة طفل يعني ولاد في برادي كارديا بتاع دولو اتروبين وممكن تستخدم الدوكسابرام الدوكسابرام ده دواء اصلا ريزورات والسنتر استيملونت ولو بريسور افكت ولو زي يعني ايه نون سبيسيفك انتيدوت للتوكسيستي بتاعت الناركوتيكس ولكن بتقول كل جي يقول لك ما تستخدموهش الا في يعني مسلا دي لو عين عنده ما هيموت طيب افرد هو عيان عن يقول لك لما تدهوش خليك لطيف وتدله نالوكزون وطبعا المكان اللي هوفوش نالوكزون مش هكون فيه دوكسابرام اساسا يعني تمام اه فهو اللي هو استخدماته احنا نتكلم عنه ان شاء الله مع مايسينيا جريفز ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل طيب ده بقى ده عبارة عن اديمة موجودة في التراكية او غالبا عند بتاع ده اللي هو ادي احطة في بتاع البيديات نتيجة ايه بقى نتيجة الادي هو اولا بيحصل في الاطفال من سن سنة لاربع سنين بيحصل لما يكون في يعني انت دلوقتي طفل قلت له ما تولي تيوب مقاس خمسة جيت ركبها لقيتها كبير قوي هتولي الاصغر قال له ما فيش رمقاسها اربعة حطيتها لقيتها صغيرة قوي فجابوه اخر اربعة ونص ركبتها لها عام دلالله الامور مشت دي ممكن تعمل الاديمة دي في الاطفال عشان قلنا يا هم كانت تقولوا يعني انت لو شفت الفيديو الاولين بتاع عمبوبة ومنظر ربك هو سبتار حكينا القصة كلها وليه بقى فيه دلوقتي حاجة اسمها في في البيدياتريك بتستخدموا الحاجات دي ان كان بقولك الاول ان في الميكوزة بتاعت التركيب تقول اطفال وبالتالي بيحصل لها خصوصا لو مدة طويلة بيحصل اديمة ويحصل اسكيميا وحاجات زي كده فلما تتعمل بتعمل القصة دي لو استخدمت او لا او في البيدياتريك بس مفيش ايه ليك اد احنا كان في القصة دي وقلنا معاكين ومتويامة والحوار بتاعهم دوت وسالجو لو انت فاكر في الفيديو بتاع الابوبة ومزار ربك هو سبتار وشرحنا ازاي بقى فيه في البيدياتريك فقلنا عشان الامور تزبط ومحصلش اديمة بنستخدم حاجة اسمها في الاطفال ويكون فيه عند من خمسوشة لخمسة وعشين سنتيمتر لو الطفل عنده ده من ضمن لو وقت بيكوح مسلا ان هم سبونتينيس وعمل يحزع على الامبوبة او يعني عالي صغير بيعمل لوز مسلا مسلا يعني فهم عشان نشيله اللوز وبعين يقفل له عشان نشوف فيه ولاقه وبعين يفرد ويعمل ويعمل وعاكين مش عاو يعمل ايه فالاكسيز دي والامبوبة عملة تلق في الواد دي ممكن تعمله بوس كروب نفس القصة موضة طويلة في حاصل اديمة في حاصل القصة دي دي بتحصل كروب مشكلتها ان هي بتظهر متأخر بعد من ثلاث لثمان ساعات بوس تكسيبيشن لانجوز بازمة بساعتها يعني بتعمل لانجوزكو بداخل في انت بتعرف بتتعامل معا الكروب مشكلته انه بيطلع ليت فانت صحية الواد طلع طلع الورد بعد ما طلع او ثلاث ساعات مره هو كويس وزال فول يبدأ يحصل له المشكلة دي المشكلة الاكبر لو حصلت في دي كيس سيرجري طفل عامل عملية النهاردة وروح البيت وجاله الكروب في البيت تبقى مشكلة كبيرة عشان كاي بقولك لو في دي كيس سيرجري في فيدياتريك بيشنت وتقدر تتجنب حاول تتجنب وتشوف لك طريقة تانية طيب اتصلوا بيك من الورد اقول لك يا دكتور الواد اللي انت كنت عامله عملية الصبح دلوقتي نفسه مخنوق والواد بيزرق ومشعف تنفس كويس وفيه بتاع هنعمل ايه هنديله هي مضيفة يعني خمسين لستين في المية هنديله دي كسام سازون اي في بوينت وينت 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 برسنت ويكون موجود جاهز في اا امبولات كده خمسة ميلي. فده بيتاخد بالمليليتر بركي جي 0.05 مليليتر بركيجي بتحسب وزن الوقت كام تضربه في 0.05 يعني خمسة من مية يعني مليليتر تمام وبتدهوله بيتاخد على مدار عشر دايق وممكن تكرره كل نص ساعة الاكيوس ابنيفرين ده اللي هو واحد لمية الف برضو مفروض فيه بريباريشن للنيبولايزر خمسة بتحسب برضو بالمليليتر بس الراسيميك بوينت او فايف الاكيوس بوينت فايف بس مليليتر بركيجي طيب الحاجات دي تعملتهم ما نفعتش طبعا برضو الادرانيين السواء ده او ده ممكن تكرر كل نص ساعة ما نفعتش الحاجات دي وانت ممكن تحتاج نفس الحاجات اللي بتاع الاوبستركشن صح فا كرة هنتصل هنمينيمايز البتاعه ونكلم العمليات والاوزن والكلام ده كله فعملنا ما فلحناش يبقى ممكن نعمل لان ده ممكن نكون ده موجودة في المنطقة بتاع كاريكولد زي ما قولنا كاريكولد كارتريج فانت ممكن نستفيد هو بالتراكيوستوم لو احنا معرفناش طبعا لما بتقرر بقى تعمل او الحاجات دي كلها بتسخدم مية في المية اكسجين الاطفال غالبا المفروض يعني ان بتبدأ معهم على طول ببرادي كارديا وكده فانت ممكن تحتاج تديره اتروبين فتكون محضر اتروبين ولما دينا بتاعك بدل بوينت سكس هتسخدم مية في المية اكسجين كده يبقى احنا خلصنا الفيديو دوت ومعاه البيليل لسه بتاعت ال ايروي منجم انت كله اه الى لقاء قريب جدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته